بالتأكيد سويل أول ليك يخص الأمر الدائر في الوقت الحالي حول تجديد صلاح لليفربول هل سيتم أم هناك مشكلة أو تعصر في المفاوضات أعتقد أن ليفربول مرتاح قليل انتجاه الموقف الحالي فبالنسبة لأردسلوت المدير الفني لليفربول فهو على علاقة جيدة كما صرح على انستجرام على علاقة جيدة بمحمد صلاح كما صرح على انستجرام بالأمس أردسلوت التحدث باحترام شديد جدا حول العلاقة مع صلاح وأنه صلاح مستقر وسعيد في ليفربول ولكن يبدو أن التويت اللي نزلها إمبارح محمد صلاح على موقع إكس بتقول عكس ذلك أنه صلاح بيلمح بالرحيل عن الفريق هل يرحل؟ أعتقد أن محمد صلاح ربما يبقى أعتقد أن محمد صلاح يلعب المباريات بهذه الروح أتذكر منذ سنتين حينما كان معدل إحرازي كان في ليفربول كان مذهلا صحيفة الماركة في إسبانيا قالت أن محمد صلاح سيغادر والحديث عن انتقال ليفربول ربما بعد عدة مباريات قيل نفس الكلام الذي يقال عن محمد صلاح الآن هل المشكلة في المفاوضات تتعلق بالمقابل المالي اللي طلبه محمد صلاح أم يتعلق بالمدة الزمنية اللي طلبها صلاح في التعاقد؟ أعتقد هي تتعلق بالمدة التي يطلبها محمد صلاح فأعتقد أن محمد صلاح ليس فقط عليه أن يتخذ قرارا كبيرا لكن أعتقد أن انتقاله للسعودية سيكون مؤثرا أعتقد أن انتقاله لريال مدريد هو الأفضل له ولكن كل الأمور على الطاولة بالنسبة لمحمد صلاح أعتقد أنه يحب البقاء في ليفر بول فهو يلعب بشهية مفتوحة كما لو أنه سيكمل الموسم وما بعد فأعتقد أن جماهير ليفر بول في إنجلترا في مصر وحول العالم كلهم يتوقون أن يروا محمد صلاح يبقى في ليفر بول ولا أعتقد أن الأمور مادية بالنسبة لمحمد صلاح أعتقد أنها أمور شخصية أكثر منها مادية أنا أشعر به وأشعر أنه سيبقى مع ليفر بول ليفر بول لديه مشاكل أكبر مع أرنلد ومع فان دايك أعتقد أن فان دايك ربما يبقى ولكن أرنلد ربما سيغادر ولكن محمد صلاح من الأفضل للجميع وللعب ليفر بول فهو الأفضل في ليفر بول وهو الأفضل في البريمير ليك في الوقت الحالي